بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزي طلبة الثالث صناعي اتصالات بدرسنا الجديد لهذا اليوم المحاضرة السابقة اخذنا نواع التشييد وكيفية توزيع الكيابولات لو نتذكر احنا عزيزي الطالب اشي اخذنا من محاضرة التشييد تيادي احنا حنسلك الكيابولات اللي تخص البدالة تخص البدالة لو فرض انه هذي بدالة وسلكنا الى المنطقة الموجودة في المشتركين عزيزي الطالب لازم تخلي ببالك انه الكيابول النازم من البدالة قطرة يكون كبير قطرة يكون كبير فيه عدة بيرات او ازواج من الاسلاك فبهالحالة نحتاج الى التشييد مثل ما قلنا سابقا انه تشييد ارضي بامق واحد متر يسلك هذا الكيابول اللي يكون وزنه حتى ثقيل ايضا فيسلك عبر الهولات او المجاري الكونكريتية هذه كلها مجاري كونكريتية وهولات وقلنا سبب استخدامنا للمجاري الكونكريتية والهولات انه احنا نحمي الكيابول وصيانة تكون اسهل للكيابول كذلك عدم مساوة كثيرة بالنسبة للكيابول اذا كان موجود في الهول او المجاري نلاحظ اننا الكيابول اللي جاي من البدالة ذا قطر كبير ووزنه ثقيل ايضا يتسلك حسب المنطقة اللي انت تريد تسلكها ناخد جاكشن هذي مماتي جاكشن هاي جاكشن نقاط ربط وحتى من ايدها نقدر هماتيا نسحب البيارات اللي احنا نختارها فعدي اعتياد لما اني وصلت للمشتركين بهالحالة حيكون على سطح الارض والتسليك لحيكون هوائي التسليك بهالحالة حيكون هوائي فنحتاج الى اعمدة اعمدة اما تكون من الحديد او الاميوم او تكون من الخشب حتى تحملي هذا الكيابول اللي طالع من الكيابول الرئيسي اللي في المجرم عزيزي الطالب اعتيادي انت هنا الكيابول حيكون قطرة اقل حسب ما انت محتاج يعني انا اريد اسلك هذه المنطقة بعدد البيارات طبعا عددها يصير اقل من القطرة الكيابول اللي مجهزته البدالة فاعتيادي اننا حيكون التسليك عبر العمود هذا العمود بتقسيم يعني اقصد بالتقسيم انه انت عندك تقسيم لعدد البيارات او الازواج الموجودة لعدد المشتركين في هذه المنطقة المحددة يعني انا هذا التقسيم حيحدد لي مثلا فدء اربعين مشترك اربعين بيت محتاج الى تسليك ويرات الهواتف فاني هذا التقسيم مجهز مو باربعين وانما بواحد واربعين اثنين واربعين على الممكن يصير عندك سبير مو بس تجهيز كامل فنرجع للتقسيم هذا التقسيم موجود فوق العمود فوق العمود يعني رأسا الكيابول يصعد على الهوائي العمود ويدخل بهذا التقسيم وهذا التقسيم ايضا يوصل للعمود الثاني التقسيم ثاني ومن عنده للعمود الاخر يعني المنطقة كلها للمشتركين ينزل من التقسيم الى المشتركين المستفيدين مباشر طبعا بها الحالة لح ينزل اقل قطر واقل ازواج او اقل بيرات فبها الحالة لح يتجهز المشترك عبر الهاتف لو فرضا انه اني صار عندي خلل في هذا الخط فاول ما يبدي بالصيانة مالتيج يفحص الجهاز الهاتف وراء جهاز الهاتف يشوف انه اكوتون هناك اكودايل موجود في التقسيم اللي جايني من الى البدالة في حالة انه اذا كان ما كونانا اذا اننا نروح على الكابينات الموجودة تقسيماتها اللي هي خارج العمدة ومن عندها الى الهولات وهكذا يتم الفحص تدريجي فيكون الفحص مالتنا سهل وسلس بالنسبة للعاملين الموجودين هذا كل ما موجود بين التشييد او التوزيع بين البدالة والمشتركين اذا انا احتاج الى تشييد ارضي وتشييد هوائي لو افرض انه هذه الكابلات هل الها خصوصية هل الها انواع هل هي احتاج كابلات خاصة بقسم الاتصالات يعني ما بين البدالة والهاتف امني اي كابل انا استخدمه عزيز الطالب لازم انت تستخدم كابل خاص بقسم الاتصالات توزيعه مو اي كابل الكهرباء او كابل اي ثاني يعني استخدمه في ربط الهاتف مع البدالة لا اقعد انواع مختصة بالاتصالات من هذه الانواع الكابلات اللي هي نحن اخذ ثلاث انواع انواع الكابلات المستخدمة في قسم الاتصالات الكابل المزدوج او المبروم كابل المزدوج او المبروم والكابل المحوري اللي هو كوكسي الكابل وثالث نوع اللي هو كابل الليف الضوئي ويجي دائما اسمه الثاني الفايبر غلاس أو الفايبر الزجاجي عزيزي الطالب لا تتوهم يعني بالامتحامة البكالوريومي يقول لك اشرح الكابل فايبر الزجاجي هو نفسه كابل الليف الضوئي هو نفسه احب انوه على الطلاب الثالث صناعي اتصالات انه الفايبر الزجاجي هو نفسه كابل الليف الضوئي هذه الانواع الثلاثة نحن حاول ناخذها ونفصلها بالتفصيل الدقيق بالنسبة لكل كابل واي استخداماته ناخذ اول كابل اول نوع القابلوات المزدوجة القابلوات المزدوجة يعني عزيزي طالب القابلوات هو نفسه الكابل الكابل بالانجليزي القابلو بالعربي يعني ما يكون عندك اي ارتباك بها القابلوات يعني الكابلات المزدوجة هذا شكل مبسط بالنسبة للكابل اللي احنا دا نستخدمه لو اشوف عزيزي طالب انه اكو عندك كل خط لون هو بالحقيقة بالتصوير خط لون هو كل اثنين مضللة كل اثنين مبروما عزيزي طالب بهذا النوع من الكابل بهذا النوع من الكابل كل اثنين كل بير كل زوج يكون معزول عن الزوج الآخر شون معزول معزول بطريقة اللف بالورق يعني اني عندي القطر مات الكابل كله بعدة بيرات او عدة ازواج موجودة فاذا اني بهذا الحالة احتاج الى عديد من الكابلات محتاجة اني مثلا اربعة اسلاك محتاجة مثلا بس ثمانية اسلاك فاذا انت عندك انواع من هذه الكابلات المحورية او العفو المبرومة المزدوجة فعرفنا انه المبرومة المزدوجة انه انت كل بير كل زوج تاخذ اثنين فقط ببرومهم وعزلهم انا عزيزي الطالب اريد اعرف ليش مبرومات كل اثنين على حدة عزيزي الطالب انه انت من تبرومهم كل اثنين تلقاهم مبرومة كل اثنين يعني يحميلك هذا الزوج من التداخلات ما بين بير و بير يعني اني الخط اللي ادزه لمشترك الف ما يختلط ولا يصير عنده اي تشويش بالنسبة الخط اللي دازته للمشترك بي ليش لان انت عندك الكابل المبروم المزدوج بلونين يعني مثلا اني دزيت للمشترك اي لون برتقالي وابيض لون برتقالي وابيض والمشترك بي لون احمر واسود هذول الثنين معزولين لما اني يصير اندي خلل بالمشترك اي اقدر اتبع حسب اللون مالته من البيت الى الهاتف اللي موجود الواير مالته للاسلاك مالته المربوطة على العمود على التقسيم الموجود على العمود ثم السلك بعدين بالفحص عليما على الكابينة الرئيسية ونفس اللون اللي مشترك اللي منطينية ومنه الى البدالة يعني انت اللون المشترك اللي مثبت هو يوصل الى البدالة نفس اللون الا اللهم اذا كان بي قطع يغيرون اللون بالنسبة للبدالة فاذا هذه احد النقاط اللي هي سهل لي عملية صيانة الهاتف للمشترك اذا كان عندي مثلا انه انا جيت غيرت اللون يعني انا اخذت عندي اربع بيرات اربع بيرات ابيض احمر اخضر اسود فاني عندي كل لونين معزولين اذا انا جيت اخذت هذا اللون وهذا اللون فبالحالة هيصير عندي مشاكل يعني ما يصير عندي خط واضح ما هيصير عندي تسليك صحيح فاذا انت كل اثنين مبرومين مع بعض هم اللي لحيصير بداية ونهاية الكابل هم ونفس اللون سارين بخط عدل فاذا عندك انه انا احميه من اي تداخل من اي موجات كهرومغناطيسية اي اشارات وكذلك حماية انه اي تشويش ما يصير وصيانته تكون كل سهلة بالنسبة للفنيين الموجودين في البدالات فاذا عرفنا هدف عزل او برم كل سلكين على حدة هذه احد الاشياء المهمة فاذا اني بعدين نحكي لكم على الفئات الموجودة بهذا النوع من الكابلات فاذا اني وين استخدم هذا النوع من الكابل وشنية فوائده وشنية مميزاته طبعا انت عندك القابلوات المزدوجة عدي يعني انواع عندي مثلا ابو ثمانية ابو عشرة ابو اربعين ابو ثمانين وهكذا هاي القابلوات لو اردى شوف وين استخدمها طبعا انت تعرف انه استخدامها دائما في التليفون الهاتف وفي النت اللي موجود في ربط الحاسبات باكثر من حاسبة ليش لان انت اساسا القابلو اللي انت دازة اكثر من زوج اكثر من بير فاذا انا عندي ثمان حاسبات فاني احتاج ابو السطعش ابو السطعش يعني عندك ثمانية بير على متكل كل حاسبة تاخذ هذي اذا كان عني مثلا عندي هاتف او هاتفين احتاج الى تو بير يعني عندك اربعة اسلاك تستخدمها في ربط الهاتفين اذا اني القابلوات المحورية اقدر استخدمها حسب حاجتي وحسب النوع اللي هي مصممة الى بيها مميزات بيها مميزات بيها مميزات انه انت تقدر تاخذ من عدها تاخذ من عدها اه اللي تريده يعني مثلا اني يسا عندي هذا ابو ثمانية هذا ابو ثمانية انا ما استخدم لثمانية كليتها لازم اخليلي فتخط فالزوج سبير احتياطي ليش لان افرض انه انت عندك صار واحد من العطل فما عقوله تبدل الكابل كله على مد عندك بير واحد صار بي خلل او قطع او اي اشكال صار عندك بي فاذا انت عندك سبير تلغي اللونين لازم تلغي وايرين لازم تلغي سلكين البير كله تلغي فانت تلغي هاي السلكين يعني وتستخدم السلكين المبرومة الثانية بدل ذلك السلكين العاطلين هذا الصفات اللي بيه حلوة ويكون سهل ومرن وحتى يعني كون استخداماته بالدور وبالدوائر وبالمحلات سلس وحلو يعني شغلة ربطة حتى ربطة سهل طبعا بيه توصيلات يعني انا جيت اخدت السلك وحاولت انه اجكشنه ادخله اربطه بالمكان اللي انا اريد اوصله اسوي لك كونتاكت ما اربطه السلك مباشر السلك المعدني اللي بداخله رأسه مباشر بالمكان المحدد بالكونتاكت لا الافراض يعني والصحيح انه نستعمل بيه جكشنات اللي جكشنات اللي نسميها عزيز الطالب وهي تفيدك بالعمل ايضا هو اسمه RG 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 هاي الجكشن لو نشوفها يسه وكلكم شايفيها عزيز الطلاب يعني عزيز الطالب تستخدم ال RG هاي تذكرك وين تذكرك بالهاتف يعني جهاز الهاتف اللي عندك الارضي جهاز الهاتف موجودة هاي الجكشن بالمقبض بالمقبض الواير بالمقبض ويربطه ويه الجهاز الكل اللي هو بيه المزول يعني نشوف الجكشن موجودة بربط وكذلك مربوط الجكشن هذا بين الواير اللي جاي من السلك من الرئيسي الهوائي ايضا انا احتاج تقريبا ثلاث جكشنات مربوطة بهذا النوع اما اذا احتاجت للحاسبة احتاجت التليفون ويه الحاسبة البدالة بيها ايضا بدالات داخلية صغيرة تكون يعني مثلا اكو دوار عدي بدالات صغيرة يصير خدمية التليفونات فاني احتاج الى هذا النوع من التسليق وهذا النوع من الجكشنات كلها نفس الجكشن طبعا لا ماكوش شي 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 لكن انت عندك انواع وكل من الى استخدامه فاني عندي نوع ار جاي هاي احد التوصيلات بس هي كلها نفس التصميم ونفس الهيئة فعندي ار جاي دعش و ار جاي خمسة واربعين ار جاي دعش دائما نستخدمها احنا بالحاسوب بالتليفونات و ار جاي خمسة واربعين نستعملها بالنت يعني شنو ار جاي دعش و ار جاي خمسة واربعين عزيز الطالب هاي الجكشن الموجودة توجد من نانة توجد فتحات هاي فتحات بيها اسلاك بيها توصيلات هاي التوصيلات انه انت من الدخل السلك من الدخل الكابل هذا الاسلاك اللي الوان مالته كل بير من الدخلها بهذا الجكشن لح تضغط تضغط على السلك يعني هو هاي السلك معزول فرضنا هذا السلك معزول مادة بلاستيكية بداخلها هو السلك الموصل للمعدن من اجيب الجكشن وادخل الواير بيها لح يضغط المعدن الموجود بالجكشن على السلك بحيث يوصل من الخارجي من الطبقة الخارجية الى المعدن الرئيسي بدون اي صعوبة يعني بس مجرد الدخل هو رأسا يضغط التوصيل مالته هاي الجكشنات موجودة هنانا بداخل الار جاي ليش قلنا داعش وليش قلنا خمسة واربعين الداعش والخمسة واربعين ان هنا انا عندك اكثر من بير يعني اكثر من بير فاذا انت عندك احجام يعني مو بس حجم واحد يعني احجامها تقدر تستغلها بثمان اسلاك يعني انا ام الار جاي داعش اربعة اسلاك يعني بهالحالة اني عندي اربعة اسلاك يعني شم بير يعني عندك تو بير يعني عندك زوجي من الاسلاك زوجي من الاسلاك يعني عندك اربعة اسلاك اربعة اسلاك فبهالحالة استخدم ار جاي داعش R-J45 هستخدم ثمان أسلاك اللي هي ثمان أسلاك يعني عندي جقيد جقيد يصير أربعة بيرات يعني أنا أربعة بيرات بهالحالة حيغطي لي إجكشن مالتي عند الربط إذا أخذت أم ال-R-J45 و هي استخدامي أم أربعة أسلاك لحيصير عندك كومة فراغات بالجكشن لحصير الجكشن أكبر من حجب الكابل المسلك إنتهلك فهذا شغلة تنظيمية وترتيبية يعني تستخدمها بال-R-J فإذن أنا ال-R-J أستخدمها أكثر شيء أم ال-R-45 في إنت ربط الحاسوب أما بال-R-J11 فهي نستخدمها في ربط الهواتف الموجودة هذا ما هو موجود عندنا بالقابلوات المزدوجة أو الكابل المبروم المزدوجة طبعا بيه فئات عزيز الطالب أكون عندي ثلاث فئات مهمة لازم تخلي بالك عليهم الفئة الأولى هي زوجين من الأسلاك الفئة الأولى هي زوجين من الأسلاك وفئة الثانية أربعة أزواج وفئة الثالثة أربعة أزواج شنو الفئة الثانية أربعة أسلاك والفئة الثالثة أربعة أزواج من الأسلاك هذول النوعين الأول تنين ثاني أربعة الثالث أربعة الفرق بين الثانية والثالثة أربعة أربعة أنه أنت قدرة التوصيل ملء الحد بالميجابايت تختلف يعني عندك فئتين هي صحيحة أربعة أزواج هي صحيحة أربعة أزواج يعني عندي شقد أربعة أزواج يعني 16 تقريبا سلك يعني ساعة أربعة في الثالثة أصير ثمانية ثمانية أسلاك ثمانية أسلاك أنت حسن لك لكن أنت تختلف هالكابل هذا من هذا الكابل أبو أربعة أزواج أنه أنت عندك الميجاهرس واحد مية ميجاهرس واحد عدك عشرة ميجاهرس الثاني الثاني أبو المية لحتكون 250 ميجاهرس أعلى تردد حد بي أعلى تردد حد بي أبو المية ميجاهرس أما بالنسبة الأربعة ميجابايت اللي هي أيضا أربعة أزواج من الأسلاك لحتكون عشرة ميجاهرس يعني لاحظ أنت هنا أربعة أسلاك هنا أربعة أزواج أربعة أزواج فأنت من عندك أربعة أزواج لحيكون شنو عندي لحيكون عندي فرق بين أربعة أزواج فئة ثانية من الفئة الثالثة هي بالتردد مالتها يعني الأولى عشرة ميجاهرس والثانية مية ميجاهرس بهالحالة أنت لحيكون عندك فئات خاصة بالكابل المبروم المزدوج اللي يستخدمه فإذا أنت تحسب حسابك أنه أنت الكابل المبروم بأنواع وبعدد البيارات مختلفة وحسب الخدمة اللي أنت تفيدك باستخدامها أو ربطها هذا ما موجود بالأسلاك المبرومة أو الكابلات المبرومة المحورية أو القابلوات المبرومة يعني أنت عزيزي الطالب ما تتفاجأ بالأسئلة البكالورية أنه أنت متعلم على كابل 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 محوري كابلات لا لازم تعرف أنه هو قابلوات أيضا هي تعتبر كابلات وأنما بالعربي ونجليزي نأخذ نوع ثاني نأخذ نوع ثاني من الكابلات الكابل المحوري الكابل المحوري كابل المحوري عزيزي الطالب كلكم شايفي وكلكم مستخدمي يعني ماكو بيت تقريبا حاليا يستغني عنه لا بيت ولا دائرة ولا مدرسة ولا أي مكان الكابل المحوري عزيزي الطالب كابل مهم استخدامات كثيرة وأنواع مهمة الكابل المحوري كلكم تذكرون أنه الساتيلايت والرسيفر اللي نستخدمه بالبيت في جهاز التلفزيون يحتاج إلى توصيل إلى الهواء اللي هو الداش الموجود على البناية حتى يربط أنها بكابل معين هذا الكابل نسميه كوكسيال كابل أو الكابل المحوري لو شوفوا هنا عزيزي الطالب الكابل المحوري شون شكله؟ وشون؟ تركيبة أول ما أشوف بهذه الصورة السلك المعدني السلك الموصل السلك المعدني يعني أنت مطلوب من عندك أنه توضحه تركيبة وعملة وفائل لو أشوف هذا السلك هو موصل موصل معدني يحيط هذا السلك مادة من الفلين كلكم شايفين أنه مادة مثل الفلين مثل الفلين تكون رقيقة هذا الفلين هو يحاول حماية السلك حاول حماية السلك من أي تأثر أو كسر هذه تعتبر طبقة عازلة فوق الطبقة العازلة الفلينية لاحظ أكو ورق من الألمنيوم ورق خفير جدا عزيزي الطالب الصير قطعة خفيفة جدا من الورق الألمنيوم هذا فوق الطبقة الفلين هذا تحميلي من أي تأثيرات كهراء مغناطيسية أو مجال كهراء مغناطيسي يسلط عليما على هذا السلك أو الموصل ها كلها تحميلي بالنسبة للورق الألمنيوم يعتبر طرف ثاني للتوصيل يعني شون نقول إحنا توصيل موجب وسالب بالضبط فهذا يفيدني فوق الورق الألمنيوم أيضا شعيرات رقيقة من الألمنيوم خيوط شعرية خيوط شعرية موجودة فوق طبقة الورق الألمنيوم وفوق طبقة هذه كليتها يجي غلاف خارجي اللي هو من البولي كلوريد البوليفينيل يعني أنت عزيزي الطالب هذا كلش مهم لازم أنت تحفظ كلوريد كلوريد بوليفينيل كلوريد فينيل هذا المادة العازلة الموجودة والحافظة للكيابل كله يعني هاي الطبقة الخارجية هاي الطبقة الخارجية هي من مادة كلوريد البوليفينيل هذه المادة عند احتراقها ما بها أي غازات سامة عند احتراقها ما تتأثر بالغازات السامة فهو جدا مهم بالنسبة لهذا الغلاف بالنسبة لإستخدامك عزيزي الطالب أنه أنت هذا السلك هو الموصل الحقيقي بالنسبة للربط للإشارة اللي جايتنا الإشارة اللي إحنا نستقبلها من الهوائي عندك الورق الألمنيوم الموجود المحيط بفوق الفلين فوق المادة العازلة هذا من الضروري عدم إلغاء وإنما موجود لازم يكون موجود مو نبرمه ونقطعه نبرمه ونقطعه ونهمله لا لازم يكون موجود محيط بالجكشن الموجودة اللي أنت حتربطها في الدش أو الألمبي يعني أنا هذه الأسلاك لازم ما تلغيها ولا تتهملها أو تقطعها تقللها لا خليها موجودة لكن أنت تحاول أنه تبرمها بالجكشن الموجود مثل ما هذا الموجود بالصورة عندك الجكشن يعني أنا بداخله هذا السلك طالع هاي النقطة المعدنية مربوطة ويحصير الخارجي لحيرطبط تقريبا بهذا الشعيرات الألمنيوم أو الورق من الألمنيوم فحتى يحصل على جودة من الإشارة ووضوع وعدم تشويش الإشارة فالتعزيز الطالب بالعملي لازم تكون مهم بالنسبة لهاي الورق الألمنيوم وليس إلغاءها نهائيا بالربط بالجكشن الموجود فإذا الانجكشن يوصل أنه هذي يطلع خارج الانجكشن والبدي مالتي جكشن كليته تكون مربوطة على هاي النقطة هذي هذي نوع محورية وكيفية توصيلها عزيزي أنه أنا بهذا النوع وين أستخدمه؟ أستخدمه دائما في الهوائيات أو التلفزيون هذا النوع الثاني موجود بأنواع اثنين بنوعين تخلي بالك أنه أنا الكابل أروح أشوف نوعين به تصنيفه تصنيف عشرة بيس تو وعشرة بيس عشرة شن الفرق بين عشرة بيس تو وعشرة بيس عشرة عشرة بيس تو معناتها أنه أنت السلك المستخدم هذا السلك ماماتي هذا يكون رفيع جدا سلك رفيع جدا هذا أحد تصنيفه أما بالنسبة العشرة بيس عشرة فيكون غليظ من هو اللي غليظ يا سلك؟ هو نفس السلك التوصيل اللي إحنا دي نستخدمه هذا السلك يكون أكثر غلظ ويستخدم في التلفزيون والدش الهوائي الخارجي حتى نحصل على إشارة ذاته جودة وكفاءة عالية عزيزي الطالب أخذنا نوعين من الكابلات في قسم الاتصالات الكابل المبروم والكابل المبروم وعرفنا شنو الكابل المبروم اللي هو عدة أزواج أو بيرات تكون مبرومة كلنا على حدة والكابل الثاني اللي هو الكابل المحوري أو نسميه كوكسي الكابل اللي يكون هو استخدام كثير في البيوت والدوائر الدولة اللي يستخدم من التلفزيون لإيصال الإشارات ما بين الأجهزة التلفزيون والهوائي الخارجي عزيزي الطالب هذه النوعين لازم تخلي بالك عليها أنه بيها فئات وبيها تصنيف وتفرق بين فئاتها وتصنيفها حسب ما موجود وحسب طريقة الربط مالتها يعني أنت مجبر أو ملزم بالكابل المستخدم اللي أنت تستخدمه حسب نوعه الجكشن المربوط بي شون تربطه بين الكابل المستخدم إليك هذه الجكشنات أخذناها وتخلي بالك عليها لين تفيدك مو بس بدرس العلوم وإنما درس العملي اللي أنت كمادة بكالورية اليوم ننهي درسنا لهذا وإن شاء الله نكمل لكم الدرس الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الطلالة اشتركوا في القناة